في مباراة ودية أقيمت على الملعب الرئيسي بمدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز بمنطقة أبهى تفوق المنتخب اليمني للشباب على نظيره السعودي برباعية سجلها العازف الرائع عادل عباس بعد أن دخل بديلا في شوط المباراة الثاني بعد أن كان منتخب اليمن متأخرا في النتيجة بهدفين نظيفين المباراة لم يتم نقلها عبر الكاميرات أو بثها على أي قناة حضرها فقط الجهازين الفنيين بداية المباراة كانت قوية للمنتخب السعودي الذي عزز من تفوقه بهدف أول في الدقيقة الثالثة والعشرين حاول لاعب منتخب اليمن العودة في النتيجة حيث سجل المهاجم عبد العزيز مصنوم هدفا لكن تم إلغاؤه بداعي التسلل وقبل نهاية شوط المباراة الأول أضاف الخطير طلال هدفا آخر لصالح إصحاب الأرض لينتهي شوط المباراة الأول بتقدم السعودية بهدفين نظيفين بدأ الشوط الثاني بتماسك يماني في خطي الوسط والدفاع حال دون تشكيل خطورة للأخضر السعودي الذي أشرك العديد من لاعبيه في هذا الشوط فيما اكتفى محمد البعداني بإشراك اللاعبين عصام ردمان وأنور الطريقي وعادل عباس ثم محمد خالد ومحمد وهيب ومحمد البرواني فتغيرت ملامح المشهد للمعركة الكروية حيث خطف عادل عباس كرة من اللاعب السعودي منهيا إياها في المرمى بتسديدة صاروخية في الدقيقة الحادية والستين ومرت ثلاث دقائق فقط ليكرر عادل عباس هوايته ويعادل النتيجة بهدف ثاني عند الدقيقة الرابعة والستين انهارت حينها خطوط الوسط والدفاع والحراسة للأخضر فيرسل نجم الوسط عصام ردمان تمريرة سحرية لعادل عباس سجل منها هدف منتخبنا الثالث والهاتريك له شخصيا وعند اللحظات الأخيرة سجل عادل عباس رابع الأهداف بعد أن راوغ المدافع والحارس السعودي وفي الوقت بدل الضائع من المباراة تم احتساب ركلة جزاء لمنتخب اليمن لكن للأسف صدها الحارس السعودي ليمنع عادل عباس من تسجيل الخامس في مرمى منتخب السعودية لينتهي اللقاء برباعية لمنتخب اليمن جاءت جميعها من أقدام موهبة اليمن عادل عباس الجدير بالذكر أن المباراة كانت تحضيرية لتصفيات كأس آسيا تحت عشرين سنة والتي ستنطلق بعد أيام حيث أوقعت القرعة منتخب اليمن في المجموعة السادسة إلى جانب تيمور الشرقية والمالديف وإندونيسيا لا تنسوا الاشتراك في القناة ليصلكم كل ما هو جديد ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر